مساء الخير أنا ميشال عون رئيس الجمهورية والجنرال الذي تعرفونه أناديكم لا لتكونوا معي بل لتكونوا مع أنفسكم ومع مستقبل أولادكم ودعونا نكشف معني الحقائق لنسترجع الحقوق ولا حين نختلف بالسياسة ما من لبناني محروق على جنى عمره لن يرفع الأياد لرئيس الجمهورية ليقول له صدق نحن معك وأمامك في معركة استعادة الحقوق ولكي يكون المسار مكتملا فأن حرقة الرئيس على مال الناس لا توزيها إلا الجرأة على أعلان الجهات الفاسدة والمهربة وأولاد مغارة الأربعين ألف حرامي ممن لا يرف لهم جفن على ما ضاع من حقوق معك فخامتك في معركة لا تبتغي الريوع السياسية وتنطلق من تدقيق ليستثني أحدا وضمنا وزراء تعاقب سواء من ثلاثين أو من نصفها الثاني الأخير ونداء كالليلة كان معركة وصفتها بأنها أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد والحرامي الذين هما أخطر من المحتل والعميل فمن يسرق أموال الناس يسرق وطنا رئيس الجمهورية وفي رسالته إلى اللبنانيين قال إن إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة داعيا إياها إلى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب من أجل حماية ودائع الناس وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسئوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق وإذ رأى الرئيس عون مماطلة مؤكدة في المفاوضات التي تجري بين وزارة المال وحاكمية مصر في لبنان وشركة الفراز أد مارسل فإنه أشار إلى أن ذلك يدل على عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي والبرهان على ذلك هو أن مجلس الوزراء أخذ القرار بالتدقيق في السادس والعشرين من آذار 2020 ولغاية اليوم أي بعد سنة وبضعة أيام لم يتم تنفيذ القرار وفي دليل إضافي على عدم وجود إرادة بالتنفيذ هو أنهم استبدلوا المفاوضات بمراسلات عن بعد وبخفض مستوى المتفاوضين ودعا رئيس الجمهورية في المقابل إلى مفاوضات مباشرة ووجها لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين لا بين ممثلين عنهم كما حصل أمس وقال الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى سرقة الوقت بعدما سرق منه جن العمر وكشف عون أن حسابات المصرف المركزي غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تجري تغطيته من أموال المدعين خلافا للقانون مشيرا إلى أن التدقيق المالي الجنائي واجه عرقيل عدة كنا نفككها تباعا واستمرت العرقلة إلى أن اعترف وزير المال منذ بضعة أيام بأن المصرف المركزي يمتنع عن الإجابة على عدد كبير وقال الرئيس عون لقد صار واضحا أن هدف المماطلة هو دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب داعيا اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم السياسية جانبا وقال أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان فكونوا معي وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أما ويذلون أبا ويهينون مريضا وتوجه عون إلى القيادات السياسية وغير السياسية داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها أمام الله والشعب والقانون فما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة